حقيقة هناك مزاج غير واضح في الوقت الحاضر في السوق هناك بيانات عديدة من عدة وكالات هناك مثلا على سبيل المثال يعني الأعصار الموجود في أمريكا أو سوف يضرب أمريكا بداية من اليوم تقريبا نهاية اليوم وبداية من بكرة بشكل كبير في جنوب تكساس وهذا أيضا خوف موجود بالإضافة إلى البيانات الأخيرة من الـ EIA أيضا نفس الشيء كانت غير متوقعة بالإضافة إلى ذلك وجود تقريبا دخلنا ببداية من 4 جولاي في موسم الإيجازات موسم التنقل موسم السفر كل هذه الأمور أدت إلى وجود نوعا ما تحسن في أسعار النفط وأيضا تأخير بعض المصافي في أسيا في الصين بالشكل الخاص يعني أدت إلى وجود نوعا ما يعني مزاج غير مطمئن على السوق فلذلك رأينا تحسن في أسعار بالرغم أن الأسعار انخفضت يوم الجمعة ولكن بشكل عام على مستوى أسبوع بالفعل كان هناك زيادة واضحة أنا في اعتقادي أن هذا موسم الصيف موسم السفر وهل ستستمر الأسعار بهذا المستوى أعتقد نعم ولكن اللعبة الأساسية سيكون على الـ demand أكثر منه الأمور الموسمية أو تأخر في المصافي أو غيرها فبالفعل ممكن الأسعار أن تتحسن لكن مدفوعة بالـ supply and demand بالحديث عن الطلب بحسب بلومبرغ فإن عدد ناقلات النفط العملاقة السوبر تانكرز المتجهة إلى الصين حاليا حول العالم انخفض عددها الأسبوع الماضي إلى أدنى مستوى في سنتين هل تعتقد بأن هذا مؤشر على طباط الطلب من الصين أم أن هذا النوع من المؤشرات هو مؤشرات متذبذبة كثيرا من أسبوع إلى آخر لا نستطيع أن نعتمد عليها بشكل كبير ما رأيك؟ أنا أتفق معك أنه لو شاهدنا المنحنة سوف نلاحظ أنه يرتفع وينخفض بشكل أسبوعي تقريبا ولا تنسى أن الأسابيع الماضية كانت هناك اتجاه كبير للسوبر تانكرز إلى الصين هو انخفاض أسبوعي رأينا الأسبوع الماضي والأسبوع اللي قبل شوية هناك انخفاض ولكن الأسابيع الماضية كلها من شهر مي تقريبا كانت هناك ريكودز بالنسبة للسوبر تانكرز إلى الصين فهي موضوع يمكن يكون له مؤشر ولكن أنا أعتقد أنه غير مؤثر كثيرا في مسألة الهدوء في الأسواق الصينية أستاذ علي السؤال وجواب يعني باختصار بدقيقة معنا لو تكرمت الإعصار برل الآن وهذه أول مرة من الإعصار بهذه القوة بهذا الوقت المبكر من موسم الأعاصير ليدخل إلى المنطقة إلى أي درجة هذا يدعم أسعار النفط وخطر حقيقي على الإنتاج في خليج المكسيك؟ وطبعا كان فيه متابعة من قبل الأرصاد وأيضا هذا داخل أوريدي أعتقد بشكل أو بآخر في الأسعار الموجودة في الوقت الحاضر ولكن ننتظر أن نرى ما هو تأثير هذا الإعصار بالشكل الحقيقي الواقعي وسوف نتحدث في الأسبوع القادم عن آثار ذلك ولكن أنا أعتقد أن السعر أوريدي الموجود حاليا هو موجود لأن المتابعة كانت موجودة بشكل واضح في الأيام الماضية ولكن لعلما أن آخر الأخبار أصبح أقل قوة مما كان هو متوقع في السابق وبالتالي يمكن أن يكون تأثيره على الإكسبوت من غالفة بكسيكو يكون أقل أثر من مكان متوقع في السابق ترجمة نانسي قنقر